ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ومثل المغرب في هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيدة نصر بوريطا وقد قامت المجموعة التي نجحت في فرض نفسها كتحالف وزن داخل الاتحاد الأوروبي بتوسيع أشغالها لتشمل شركاء آخرين في إطار ما يسمى بصيغة مجموعة فيسجراد زائد تمشيا مع الأولوية الأوروبية والدولية لرئاسة المجموعة وبالنسبة لهذا الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة فيسجراد زائد المغرب سيتم على الخصوص بحث آليات تطوير العلاقات القائمة مع المملكة في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة غنية ومتعددة الأبعاد وتؤكد الرئاسة الهنغارية لمجموعة فيسجراد للفترة ما بين 2021 و2022 على ضرورة تعزيز التعاون مع المغرب والتنفيذ الناجح للمشاريع المشتركة الجارية مع المملكة وبالنسبة للمغرب فإن تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة فيسجراد يتمشى مع استراتيجية تنويع شراكاته الدولية تفعيلا للرؤية الملكية